أهلا ومرحبا بكم من جديد في قناتكم كريبتو بنت ليمان ودي قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية إدارة المحافظ الـ VIP عن بعد قبل أي شيء بنرحب 12 ألف مشترك نعيدكم بتقديم كل ما هو مفيد ومهم في سوق العملات الرقمية لو عندك في محافظتك نزيف زي كل المحافظ اللي موجودة حاليا في سوق العملات الرقمية بسبب الهبوط الحاد ومحافظتك بتبدأ من 6000 ل8000 USDT تقدر أنك تتواصل عن طريق رقم الواتس الخاص اللي موجود في صندوق الوصف الدسكريبشن تقدر أنك تتواصل لإدارة المحافظ الـ VIP اللي بنكون بإدارتها بشكل مباشر من خلالها تقدر تحقق من عملات الاكتتابات اللي بنصدرها 5X و7X حتى 10X وبعض المضاربات الهمة طريقة الاشتراك هي بيكون 3000 USDT بيتم سدادها مقدما كاشتراك سنوي وتأسيم الأرباح 40 ل60 أما لو محافظتك محافظة صغيرة فاستمتع أيضا بالهدايا القيمة اللي بنقدمها من خلال انضمامك لقناة التيلجرام المجانية هتلاقي الرابط الخاص بيها في صندوق الوصف وتبقون موجود معانا في مضاربات مهمة بنقدمها دعم للمحافظ الصغيرة النهاردة عندنا حلقة مهمة جدا في عملة مهمة تابعونا بعد الفاصل طبعا النهاردة هكلمكم تاني على الاتجار نانو وده فيديو بسيط عايزين ناخد وندي فيه مع بعض بشكل سريع عشان يكون عندك خلفية ازاي تقدر انك تحافظ على اموالك وبطبع الفيديو ده للناس اللي معاه محافظ كبيرة حتى لو عندك خمس تلاف دولار عايز تخزنهم او عشر تلاف او اي رقم ما ينفعش انك تخزن فلوسك بشكل حرة فيه على مثلا يعني تحطها على منصة حتى لو كانت باينانس اي منصة اي حاجة فانا النهاردة بقدر افتح محفظتي كده كل فلوسي موجودة على المحفظة موجودة بشكل بالنسبة لي مناسب اقدر في اي وقت اسحبها او اقدر احطها لو حتى لا قدر الله ضاعت اي واحدة منهم فدايما بيكون فيه معلومات كتير موجودة المعلومات دي بتقدر انها تخليني اقدر احافظ عليها واقدر اعمل لها استرجاع الاسترجاع بيكون من خلال انك بتقدر تكون كاتب الكلمات السرية بتاعتك على ورق بيكون شبيه بذلك انت بتستلمه في كل محفظة الكلام ده بيقدر يخليك انك لا قدر الله لو حصل اي مشكلة تقدر انك تطلب واحدة لاتجر جديدة وبعد كده تقدر من بعدها ان انت تقدر تحط الباسورد اللي هي ال 24 كلمة اللي بتستلمه مع اي محفظة من المحافظ وفي الحالة دي بتقدر تعمل عملية استرجاع عايز اقول حاجة مهمة تانية مهمة جدا لما تيجي تشتري ليتجر نانو لازم تتأكد انها اول حاجة جاية لك من الموقع الالكتروني الخاص بليتجر نانو هتعرفوا ازاي هتلاقي رابط موجود عندك في صندوق الوصف الخاص بليتجر نانو ثانيا لازم تكون جاية لك كده مقفولة متسلفنة زي ما انت كده شايفها ايه جاية من على طول الموقع الالكتروني على الشحن بتاعك لا انصح بشراء المحفظة دي من على امازون لان بيحصل اختراق بشكل معين من الناس اللي هي الهكر المحترمة بتقدر تخش تعمل لك سوفت وير وبعد كده تنزل لك كمان تبعتها لك متسلفنة بنفس الشكل السلفان مش يعمل حاجة بالنسبة لهم وبعد ما تبعتها لك متسلفنة حضرتك تدخل علي بياناتك وكل الديتيلز اللي انت هتحطها وعملاتك الرقمية يبدأ يخش فهو يعمل ريكابري تاني ولكن بفلاشة جديدة ويسرق كل فلوسك وضعت كل فلوسك على اساس انك توفر مثلا 20-30 دولار اكتر منك تجيبها من امازون اكتر منك تستنى وتروح تبعت تجيبها من الموقع الرسمي الخاص بليتجر نانو فلذلك بنبهك انك لما تحب تشتريها اشتريها هتلاقي رابط في سندوق الوصف الرابط ده انا مش اخب منك حاجة مجانا هتقدر كمان لما تستخدم وتاخد خصم وتستفيد انك تروح تجيبها من الموقع الرسمي الحلقة دي هي مش حلقة كبيرة احنا بنتكلم في 3-4 دقايق مع بعض ولكن 3-4 دقايق دول لو ما حافظك بقى بتبدأ من 10-20-30 تمام بالطبع انت هيكون الوضع مختلف بالنسبة لك ولا تتوقع ان انا هشتري مثلا 6-3 جرنانو مثلا يعني داخلين في 1000 دولار عشان اخزن عليهم 10 دولار اكيد يعني لو انا ما عنديش عملات رقمية مش هروح اجيب ده وقعد فيهم في بيتي كده وقعد يعني اخزن عليهم عملات فلذلك لو انت بتتكلم في 1000 دولار 2000 لا لا انصحك انك تشتريها بالطبع لان انت هتدفع في 8 رقم مش قليل بالشحن بالتاكس اللي بيجي لك عندك فلذلك تنبيه الاساسي ما تسترخص لانك بتشتري الفلاشة دي مرة او مرتين حسب حجم اعمالك طبعا انها لها كل واحدة لها كابيسيتي معينة في منها اللي بيشتغل على البلوتوز في منها الارخص هي دي دي اغلى واحدة لها الحديثة لسه زي دي برضو دول كلهم اغلى حاجة ولسه يمكن هتنزل نانو ستارت دي هتبقى جديدة عبارة عن كتاب وده بيتراعه حوالي كنتو 300 يورو طبعا دي فاسيليتز انت لو مش بتشتغل على الكنام ده كل يوم زينا في السوق فما لاش لازمة انت يكفيك فلاشة بسيطة زي دي لا اكثر ولا اقل تخليها موجودة معك في البيت عايز تسافر عايز تروح عايز تيجي هي دي الفلاشة وتقدر كمان تتابعها من برنامج لتجر نانو لايف انا اشرح لكم كل المعلومات الكاملة في حلقة منفصلة ولكن كان ده دردشة عشان افهم اخواتي ان اي واحد ما يحتفص بفلوسه على اي منصة احنا داخلين على شبح رقود عالمي ممكن في اي لحظة اي منصة تشوفها قدامك تفلس وفلوسك ما تعرفش تسترجعها يعني اللي خلى احدث بنك لسه حصل له انهيار اللي هو اخر واحد اللي هو كان اسمه فيرست روبابليك اللي انهار اسهمه في حوالي 74% السهم بتاعه نزل ونزلنا الصورة بالتحليل السهم الخاص بتاعه في 24 ساعة فلذلك لا تتوقع ان اي منصة من منصات العملات الرقمية انه ممكن يحصل فيها اي حدث خلال 24 ساعة وممكن فلوسك ما تعرفش تسترجعها اأمن شيء لتجر نانو على فكرة ده مش اعلان بقدر ما هو يهمني انك تحافظ على اصولك الرقمية واصولك انك تكون مخزنها في اماكن تكون انت الوحيد اللي مسيطر عليها وتقدر تسحبها وتقدر تحطها في اي وقت تحياتي ليكم دمتم في رعاية الله وامنه كنتم مع قناتكم كريبتو بنتلي مان قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية ادارة المحافظة البي اي بي عن بعد تحياتي ليكم اشتركوا في القناة